دكتور محمد البنة، المرشح لأمانة الصندوق والخبير الاقتصادي كمان، هو أولاً النادي كمنظمة سواء يعني غير ربحية أو غير حكومية مثل أي منظمة بتحتاج إلى متخصصين خاصة في المجال المالي أو مجال التمويل أنا بعتقد بحكم تخصصي الأكاديمي كأستاذ في الاقتصاد والتمويل والاستثمار وخبراتي العملية في هذا المجال المتخصص جداً شايف أن أنا ممكن أفيد نادي أنا بنتسب إليه لأن الجوانب، الأنشطة المختلفة والخدمات اللي بتقدم للأعضاء أساسها الجانب المالي إذا كانت هناك مصادر تمويل مناسبة وبنحسن استخدامها وتوزعها على مختلف الأنشطة وهناك نظم للرقابة وتحقيق كفاءة في التشغيل وانضباط في الصرف أكيد ده بينعكس على الأنشطة اللي بتقدم في النادي الخدمات اللي بيستفيد منها كل الأعضاء ولنا كعض في النادي بس أن أنا أستفيد من التطوير اللي بنأمل أنه يحدث خلال المرحلة القادمة أستطيع أن أقدم مع سملائي الذين ستنتخبهم الجمعية العمومية كمجلس إدارة أقدم الأفكار المقترحات وساهم في حل المشاكل لدي أيضا خبرات إدارية في إدارة المنظمات باعتباري كنت عميدا لعدد من الكليات الحكومية والخاصة ووكيلا للكلية فأستطيع أن أساهم مع بقية زملائي في الارتقاء بالنادي من خلال توفير مصادر تمويل جيدة وحسن استخدام هذه الأموال ترجمة نانسي قنقر